شكراً لأخي ناصر على هذا الموقف الواضح والصريح تشجاه قضية دميعاً وعن كانت المغرب من الدول المتقدمة في احتخاذ موقف صريح تشجاه دول الخلاة الإيرانية بالنسبة لنا في اليمن الأمر واضح تماماً نحن في 2012 و2018 في الوقت اليمنين كانوا مجتمعين بناء على المبادر الخليجي واليها التنفيذية في موضوع الحوار والموضوع الشامل وكنا نحاول للملم أشياء اليمن وكلمة المدين والواحد مواقفهم في نفس الوقت الذي كان لعالم كله في راع الحوار اليمن كانت إيران تفسر السفن محملة بالسلاح إلى جماعة الحوثي وهذه قضية موثقة السفن جهان 1 جهان 1 جهان 2 التي كانت محملة بالسلاح الثقيم والمتوسط من إيران بمعنى أن من يقول أن التدخل إيراني يزال بعد الأوليات الأسكرية مخطر علينا أن نعود إلى الخلف وقبل ذلك لكن هذه عملية واضحة موثقة في التقارير الدولية واليمنين المجتمعين بالحوار كانت إيران تسلح هذه الجماعة وتحضرها لما أتينا له بعد ذلك في كل محطات الحوار التي كنا نقترب فيها من الحل أو ضحها كانت في الكويت كان الإيران دور سنبيل في إحباط هذه المشاعة الاستعراضات العسكرية الأخيرة التي تمت خلال الشهرين الماضية التي قامت بها مليشي الحوثي سواء في الحديدة التي يفترض في قد اتفاق السلوكوم أن تكون مدينة من زوعة السلاح المشاهد ووضوح ليس فقط أخي من أخي ناصر درونز ولكن صواريخ بالسلوكوم متقدمة ومتطورة وأسلحة كثيرة جندة إيرانية أمام الملأة لذلك على المجتمع الدولية يمكن أن يكون مدينة من فاضح تشهر المسر وهذه المسألة صبحت كل تقارير البانالوك أكسبرت لجملة الخبراء التابعة لجملة عقوبات المجلس موثقتها بالتفسير حول طبيعة التدخل الإيراني والأخطر من الأسلحة وهو خطاب الكراهية وتغيير المناهج والشحن الطائفي في المجتمع الإيماني نحن الحرب ستنتهي غادن إلا أن تكون غادن فبعد غد ستنتهي الحرب ستنتهي لكن آثار الحرب والخروجات الكبيرة والتصدع الكبير اللي حصل في النسيج الاجتماعي الجيملي بسبب التدخل الإيراني هي ما سنظل العالم في اليمن وفي المنطقة إذا شاهتم ما يتم تدريسه لأبنائنا بالدعم إيراني وبخطاب إيراني وبقنامات فضائية مدعوما إيرانيين وموجودة في مناطق صغرة حزب الله ستعرف حزب المأساة وضبيئات الدور السلمي الإيراني في اليمن لذلك لا بد من أن يكون هناك قبوح في هذه المسألة يجب أن يكون هناك مقاربة دولية جديدة في التعاطي مع هذه المسألة يجب أن لا تبقى لما رهينة لمدة التقدم والتأخر في المشاورات النووية فيما يتعلق في إيران وهذه المسألة نؤكد عليها أمرار متكرار شكرا جزيلا شكرا جزيلا